دي اسبانيا ودي المغرب ودي سبتة ودي مليليا سبتة ومليليا مدنتين مغربيتين على ارض المغرب وعلى ساحل افريقيا نفسه ورغم ذلك فهما تحت الاحتلال الاسباني وموضع نزاع بين البلدين طب ازاي ده حصل؟ تعالوا نشوف في التاريخ القديم المدنتين تاريخهم جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب ككل نشأوا كمستعمرات تجارية فنقية بعد كده سيطرة من قرتاجة ثم الرومان ثم تشرفوا بالنور والضياء تحت الحكم الاسلامي من 1400 سنة لكن في القرن الخامس عشر ومع نجاح حروب الاسترداد الكاثوليكية في الاستلاء على الاندلس وطرد المسلمين منها تم احتلال سبتة من قبل البرتغال ومليليا من قبل اسبانيا وبعد كده تنازلت البرتغال عن سبتة لاسبانيا ومن وقتها وهم تحت الاحتلال الاسباني ترجمة نانسي قنقر